الثاني من البحث في هذه الرواية الواردة في أصول الكافي وهي الجزء الأول من أصول الكافي الصفحة 91 بعبارة أخرى باب فقد العلماء الرواية الثالثة وهي محمد بن يحيا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة وقد وقفنا عند علي بن أبي حمزة البطائن قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض إذا يتذكر الأعزاء قلنا بقرينة الرواية السابقة عليها أن المراد من المؤمن هنا هو المؤمن الفقيه المؤمن العالم لأن الرواية السابقة عليها إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء هنا أيضا عندما يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها هذه هي من الروايات الدالة والقوية الدلالة على أن كل شيء في هذا العالم له علم وفهم وإدراك ونحو ذلك منها هذه الرواية حيث قال وبقاع الأرض بقاع الأرض ما لم تكن تعلم من يصلي عليها ومن يعبد الله عليها يعني هذه مؤيدة للآية المباركة وإن من شيء إلا يسبح بحمده أو الآيات ولله يسجد كل ما في السماوات وكذلك آيات أتينا طائعين وعشرات الآيات القرآنية التي تثبت أن كل شيء في العالم له علم له علم وتسبيح وسجود وإطاعة واستسلام نعم تختلف الدرجات في ذلك وهذا موكول إلى محل هذه الرواية من تلك الروايات